وليحسن الحظ نملك نسخة من تقرير المجرم بيليسي عن المحرقة سيدي الماريشال لقد أتيتك كما علمتكم من قبل في رسالة مؤرخة في 16 جوان تحت الرقم 5 لإقامة معسكر في ولد بن عمرية عند قابلة ولد رياح وهم أنصار شريف بمعزة قائد مقاومة شعبية في جبل الظهرة لقد حددت اختياري وقررت أن أزحف ابتداء من فجر اليوم الثاني عشر جوان على غار فرشيش هذا الملجأ الذي يرونه في كامل البلاد يستحيل بلوغه بالقوة ويسمونه جزائر الظهرة وبعد وصف الطريقة التي حاصر بها المكان يواصل الكورنير بيليسي الحديث عن أسلوب تنفيذ الجريمة دعوت الفضليين الذين يتجمعون ويلتفون في مثل هذه الحالات للابتعاد وأمرت الكابتن روون أن يستدعي رجال الصخرى الذين التحقوا قبل ثلاث ساعات بفيالقه كانت الساعة قد تجاوزت العشرة بمجرد أنها ممت بالانسحاب انطلقت رصاصة من المغارة لتصيب قناصا من وراء أورليو وعلى الساعة الواحدة كانت المراكز جاهزة للعمل ولم أشأ أن أستأنف إحراقهم قبل إنذار جديد أرسلت إليهم عبر المدخل السفلي وهو المنفذ الأقل خطورة أرسلت إليهم عبره أحد المفاوضين الثلاث الأوائل والذي ترك المغارة مع أخيه رغم تردد الآخرين حينها بقيت خمسة أرباع الساعة معهم دون أن يتزحزح أدنى تنازل وبلغت أقصى حدود الصبر وعند الساعة الثالثة بعد الزوال اندفع الحريق في كل جهة واستمر إلى الواحدة من صباح ذلك اليوم ودعوا لهم الحريق ودعوا لهم الكبريت ودعوا لهم اللعب ودعوا لهم الإساس ودعوا لهم واحدة البروضيوية سموها فيه لاوي وحرقهم ولسوء الحظ في هذه الليلة كانت الليلة كان فيها الريح فهذا الريح ستساعد الألسينة النيران ودخاني لأخيره باش يدخل للمغار هو ابو يل الحمو هو اللي ما قاله عليهم هؤلاء الريح حرب من فرنسة وضعوا لهم ودخلوا للغار قالوا لهم ايش باش يشوفون إيش وجودهم هنا جانهم بياه وانا اجدوا لهم وضعوا لهم لذلك ساعة قالوا لي هاو رامو فالغار فرشيح جاءت لي مفرصة هذيك عيو يا عسو فيم يا عسو فيم مخرجوش من مخرجوشي هماني قطعوا الزرب هذا والقندور والعرعار وكل شيء ودعوا في فم الخار تدخلنا داخل الدخان مثلا وانت على الكبريت وفرقوا الكبريت على الزرب هذك وحارقوهم راح للغار بوقف القصف فلم يرد علي إلا بنداءات أملهم في البقاء لمدة طويلة في مأمن ولكن لسوء حظهم كان الأمر غير ذلك فلقد سببت كثرة النيران في المغارة من الناحية السفلى دفعا قويا للدخان والهواء